الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سنتكلم اليوم عن بعض المسائل الفقهية التي لها أثر كبير في الاستقرار استقرار الأسرة أول ما نتحدث عنه هو ركن العقد أي الإجاب والقبول ويسمى الصيغة يقال عنه الصيغة فيكون ركنا ويقال الإجاب والقبول فيكون ركنا يتقدم الزوج إلى الفتاة فيقصد بيت أهلها بيت والدها بيتها ويتقدم إليهم خاطباً فيجيبوه فيجيبه الأب قائلاً زوجتك ابنتي هو تقدم عرض نفسه عليهم راغباً في الزواج من بنتهم راغباً في مصاهرتهم في القرب منهم خاطباً لها فإذا بالأبي أو الولي يقول له زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي هذا يسمى الإجاب بمعنى أنهم أجابوا فيرد الزوج بالقبول فيقول قبلت زواجها وكما قلنا يشترط فيه شروط الشروط الشرط الأول هو أن يكون باللفظ الصريح لا بلفظ من الألفاظ المقاربة أو التي فيها كناية الألفاظ نوعين نوع صريح في بابه ونوع كناية فمثلاً إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق معنى أنها طلقت فهذا لفظ صريح في الطلاق لا نسأله ماذا نويت هل فعلاً نويت الطلاق أو تريد المزاح معها أو أنك رميتها كلمة ولا تقصد الطلاق لا ننويه لا نسأله عن نيته ولا عن قصده تماماً عندما قال لي الأخ الكريم الأستاذ أحمد قال لي تفضل ابدأ المحاضرة وعندما بدأت المحاضرة وقف وقال لا أنا ما قلت ما قصدت هذا المعنى أنا قلتها مازحاً طيب كيف مازحاً أو أنا لم أقصد أن تبدأ المحاضرة الآن أقصد يعني ابدأ الجلوس على الكرسي الكلام الصريح ينصرف إلى معناه ولا يحتاج أن نسأل عن نية وخاصة في الأمور الخطيرة الكبيرة التي تستباح بها العلاقة بين الزوجين فهذه يسترط فيها اللفظ الصريح مما ذكر فيه الفقهاء فيها أيضاً أنه لا يضر تقديم الإيجاب على القبول أو تقديم القبول على الإيجاب فالأمر فيه يسير وسهل مما ذكروا في هذه المسألة أيضاً أنه لا فرق بين جد الزواج وهزله كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد لا يجوز التلاعب في الأبضاع عن طريق الهزل لا يدخل الهزل لا في الزواج ولا في الطلاق الخامس نعم الرابع أن يكون بلفظ الماضي زوجتك ابنتي أنكحتك ابنتي لا يكون بلفظ المضارع سأزوجك أو أزوجك أو يزوجك لأن الماضي أقوى في الدلالة وأصرح فلا بد أن يكون بلفظ الماضي لكن الفقهة أذنوا وأباحوا وأجازوا إنعقاده باللفظ المضارع إذا احتفت به قراء تدل على الزواج مثل ماذا؟ الجماعة اجتمعوا وأتوا وشاع الأمر أنهم جاءوا من أجل ماذا؟ من أجل الخطبة والرجل تقدم إليهم ونطق بهذه العبارة بلفظ المضارع لكن الجو كله يفيد أنه متقدم للزواج وها هنا القراء تقوي الفعل المضارع فيصبح العقد صحيحا على ذكر القراء أنا سأذكر حادثة حدثت لي هنا في الشارقة قبل أكثر من عشر سنوات كنت في دبي فاتصلت بصديق لي يقيم في الشارقة أهل الشارقة سلمت عليه وأردت أن أزوره فأعطاني موعدا ثم قال لي عقد زواج خطوبة ابنتي غدا بعد المغرب فياليتك تأتي لنسعد بك أنا فهمت خطوبة يعني عقد عقد قران لكن الناس تتجوز تسميها خطوبة هكذا فهمت وتصورت الأمر فعلا أتيت على الموعد قبيل المغرب الموعد بعد المغرب فذهبت معه وصلينا المغرب في المسجد القريب من داره ونحن عائدون أتحدث معه وإذا به يفيدني أن مجيء أن هذه الليلة سيأتي أهل الزوج ليرون البنت هم رأوها من قبل لكن ليرون أهلها ويتعرفون عليها وتصبح فيه نوع من الطمأنينة من الطرفين إلى بعض قلت له والزواج متى؟ قال يعني بعدها بأسبوع سبوعين ثلاثة شهر الآن فقط يعني يعني جلسة تعارف ولقاء فقلت له الأمر أيسر من ذلك ألست أنت الأب؟ قال نعم الزوجة موجودة وراضية قال نعم راضية والزوج راضي قال راضي قلت وهؤلاء عندما أتوا أتوا على أن الأمر تقريبا منتهي فما هو الزواج؟ الزواج أنك تقول زوجتك موليتي أو ابنتي وأن يقول قبلت وهذا الأمر حاصل في المعنى ما بقي إلا أن تصريح به فأسعد الزوجين واجمعهما هذه الليلة دعهما أعقد القران الليلة وأنهي الأمر فقال لما رتبت؟ قال صحيح هذا الأمر؟ قلت إيه نعم لا معنى للخطوبة هذه التي تسمى خطوبة لا معنى لها المعنى العقب فعلا جلسنا قليلا فإذا بالزوج يأتي أو المتقدم الخاطب يأتي نزل والدته وعمته أظن بعض يعني قراباته فاستدعاه صاحبنا واقترح عليه هذا الاقتراح فسر وفرح وذهبنا إلى مسجد من المساجد القريبة في وسط الشارقة مسجد ضخم كبير كان بعد العشاء يمكن أو بعد المغرب لا بعد العشاء بعد العشاء لأنه اعتذر ما كان متهيئ في لبسه وهيئته كان فقط يعني يتوقع أنه سيوصل أهله ويعود لهم في وقت آخر المهم بعد صلاة العشاء توعدنا وجلسنا وأجري العقد طبعا ما كان في مأذون ذاك الوقت فأرتب أن يكون المأذون في وقت آخر أجري العقد وفرح الزوجان فخيرٌ للزوج أن يبادر بالزواج وخيرٌ للفتاة أن تبادر بالزواج والتأخير في هذه المرحلة من مضان النزاع والخلاف الفترة التي ما بين الخطوبة وما بين الدخول فترةٌ عصيبة الجميع يدار الآخر مداراة شديدة أدنى تصرف من أي طرف من الطرفين مظنَّة أن يورث نزاع وخلاف وسوء ظن على الأقل يترتب عليها أمور لا تحسن ومن هنا كان الفقهاء على حق حين ندبوا عدم إعلان الخطبة إلى مرحلة العقد لأن الأمر إذا شاع مظنة تدخل الناس نقل كلام الحسد وما إلى ذلك فالأولى أن لا يشاع مثل هذا الأمر إلا إذا تم وأجري العقد قبل العقد لا شيء لم يتم أمر حتى يشاع ويذاع لا داعي له وليس محرماً لكن الأولى أن لا يشاع أيضاً يصحه العقد بالكتابة هو الأصل أن يكون باللفظ الصريح لكن مثلاً الأخرص الذي لا يستطيع أن يتكلم يكتب بل يصح إشارة والفقهاء تساهل في هذه المسألة قياساً على المرأة المرأة بالأمس قلنا أن الفتاة قد يغلبها الحياء فيحول دون أن تنطق بلفظي قبلته أو لا مانع أو موافق عليه فرخص الشارع أن نستنتج من تصرفاتها من ابتسامتها من صمتها من بكائها ما يشير إلى الرضا ونكتفي به قالوا فكذلك الأمر بالنسبة للزوج لو أشار برأسه أو بيده إشارة صريحة واضحة لا تحتمل فالعقد يتم ومن شروط هذه الصيغة أيضاً أن لا يكون فيها معنى من معاني التوقيت تأقيت الزواج يبطله لسنة أو لشهر أو ليوم هذا لا يسمى زواج هذا لا يسمى لأن الزواج اقتران على سبيل الدوام الذي له زمن له يوم أو يومين ما يسمى بنكاح المتعة وغيره أمثاله هذا ليس بزواج هذا هذا بيع بضع يعني كأن المرأة تحصل على مقدار من المال في سبيل أن تقدم والعياذ بالله شيء مقابل نعم هذا ما يتعلق بألفاظ الزواج مما أيضاً يزيد الألفة ويكون سبباً لعدم النزاع أن يعرف الزوج ما له وما عليه وأن تعرف المرأة ما لها وما عليها ذكر الفقهاء أن للزوج حقوق وللزوجة حقوق فنستعرض حقوق الزوجة ابتداءاً ثم نستعرض حقوق الزوجة أول حق من حقوق الزوج وجوب الطاعة الطاعة وما المقصود بالطاعة المقصود بالطاعة يعني مما يساء فهمه أن كثيراً من الأحكام الشرعية تفهم على غير حقيقتها بالأمس تحدثنا في موضوع الولي كثير من الناس يظن أن الولي له سلطة على موليته والحقيقة أنه لا سلطة له إطلاقاً وإنما هو مظهر تكريم وتشريف للمرأة هو لا سلطة له هو ينطق باسمها هو يتحر صلاح الزوج من عدمه المتقدم للخطبة هو يكون مشيراً لها هو حما وحص تحتمي به ضد أي معتد هو ستر كذلك عندما تعلمون أن امرأة تقيم في شقة من الشقة مسكينة عزبة ما عندها أحد عندها زوج ولا غيرة وحدها ألن تلاحقها العيون ألن تتبعها ألن تتبعها الظنون لأقول العيون والشكوك أنها وأنها لكن إذا علمت أن وراءها رجل أن وراءها من تحتمي به محسوب عليه هو التي يراعيها هو الذي يلاحظها يقضي حوائجها التي لا تستطيع أن تقضيها فإن الناس الرجال عموما إذا مروا ونظروا إلى هذه الشقة أو إلى هذه الدار التي فيها هذه المرأة فإنهم يغضون أبصارهم فإنهم يطردون أي ظنون لأنهم يعلمون أن لها أحد أن لها من يهتم بشأنها فهو لا سلطة له ولكن الله عز وجل شرع الولي لا مصلحة للولي في ذلك هو في غناء هي مسؤولية يتحملها هذا الولي ولا يحصل مقابلها على شيء إطلاقا لا يحصل شيء لا يستطيع يمنعها من التصرف في مالها بيعا وشراءا إطلاقا عند جميع الفقهاء طبعا الإمام مالك رحمه الله له رأي آخر الإمام مالك وهو الإمام المقاصدي رضي الله عنه يرى وانفرد في هذا الرأي عن سائر الفقهاء أن الولي يجب أن ينظر في تصرف المرأة في مالها بحيث إذا تصرفت في أكثر من ثلث المال فيجب أن يكون بعلمه وباطلاعه لأنها مظنة أن تغبن مظنة أن تظلم مظنة أن لا تحسن التصرف فيضيع مالها مالها لاحظتم معي جميع الفقهاء أعطوها صلاحية مطلقة في مالها الإمام مالك استدرك أن هذه الصلاحية يجب أن تكون برقابة وملاحظة ما يدخل لا يفرض عليها شيئا ولكن إذا خشي من تصرف يفضي إلى ضياع مالها فهنا يجب أن يكون له رأي هذه مسألة تسمى من مفردات المالكية يعني ممن فرد به الإمام مالك عن غيره رحمه الله نعود إلى موضوعنا نحن كنا في موضوع الطاعة نعم نحن تكلمنا عن الطاعة ونبهت في موضوع الطاعة إلى أن المقصود بالطاعة طاعة المرأة لا تزيد على أن تكون مأمورة أن تكون مرؤوسة لا أقصد مأمورة بمعنى أنها تؤمر فتنفذ لا أقصد مأمورة بمعنى أنها أن للبيت رئيسا وهذه فطرة شرعها الله عز وجل في جميع المؤسسات ونص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راع كل مؤسسة لا بد أن يكون لها راع يرعاها وكلكم مسؤول عن رعيته ومن هؤلاء الرعاة الزوج الزوج في بيت في أسرة مكونة من أم وأب وأولاد يجب أن يكون لهذه الأسرة رأس الشريعة الإسلامية لا ترضى أن تكون هناك مؤسسة مكونة من ثلاثة أشخاص لا رأس فيها حتى في رحلة السفر ينبغي لم يفرض علينا الشرع لأنه لو فرض علينا هذا الأمر لشق علينا كل ما سافرنا حطينا لنا رئيس وجوبا لا لكنه ندب إلى ذلك ندبا أن يكون لنا رئيس ما دور هذا الرئيس لتنتظم أحوال الرحلة لتسير سيرا منضبطا نعم قد يتصرف الرئيس تصرف أنا لا أوافقه عليه ولكن المصلحة تقتضي أن أنصاع لتصرفه وإلا لو كان كل واحد له رأي وكل فرد يريد أن ينفذ رأيه ما سرنا سيرا صحيحا إذن وجود رئيس لهذه الرحلة أمر تفرضه الطبيعة البشرية مثل أي مؤسسة أي شركة لابد لها من رئيس الرئيس هذا قد يخطأ قد يتعسف ويسيء في تصرفه وهذا واقع حاصل في كل مؤسس تم من المؤسسات يقع تعسف يقع خطأ لكن أن يقع خطأ خير من أن تعيش المؤسسة فوضى لا رئيس لها في الشريعة يجب أن يكون هناك رأس ويجب أن يكون هناك أيضا ضوابط وقوانين تضبط هذا الرأس وتسلط عليه القانون الذي يحول دون أن يسئ إلى الطرف الآخر فمثلا طاعة المرأة للزوج لا تخرج عن هذا المعنى بتاتا تطيعه في ماذا طبعا لدل على هذا آيات كريمة منها قوله تعالى الرجال قوامون على النساء ما هي القوامة القوامة يعني الرئاسة الإدارة وقوله تعالى في السورة الأخرى وللرجال عليهن درجة ما هي الدرجة هذه هي القوامة نستعرض بعض صور التي يجب على المرأة أن تطيع الزوج فيها أولها الوطن بمعنى أن الرجل إذا دعا زوجته إلى الفراش فيجب عليها أن تطيعه وهذا الأمر ليس خاصا بالرجل أيضا هو من حق المرأة فهو حق للطرفين ولكن الشريعة لم تشر إلى شيء يتعلق بالمرأة في هذا الموطن بالخصوص وإن كان الفقه نص عليه مراعاة لحياء المرأة فضلا عن أن المرأة أملك لنفسها من الرجل الأمر الثاني تربية الأولاد تربية الأولاد واجب على من على الرجل وليس على المرأة فيجب على المرأة ما دام هذا واجب على الرجل يجب على المرأة ألا تحول بين زوجها وبين تربيته لأولاده تعليمهم تهذيبهم تثقيفهم سوقهم إلى معالي الأمور وما إلى ذلك هذه التربية من شأن الرجل نعم للمرأة أن تعينه أن تساعده له أن يفوض إليها كثير من المهام وهي بطبيعتها تندفع إلى هذا المعنى ولكن شأن التربية وطبيعتها هي من اختصاص الرجل يعني قد تأتي امرأة وتقول يعني أنا أرى أنه ما يدرس في المدارس الفلانية أنا أرى أنه يدرس في المدرسة الأخرى لا هذا لا تستطيع أن تفرضه إنما يفرضه من الأب الزوج الثالث السكنة معه واجب عليها أن تسكن معه فلا يجوز لها أن تنفرد وتقول لا والله أنا قبلت بالزواج منك على أن أقيم عند أهلي على أن أقيم في بيت مستقل لا الأصل أنها تقيم معه في داره بقي مسألة ثالثة تشيع في البلاد وأيضا أنا المساءل هذه أيها الفضلاء أشير إليها إشارات وإلا في كتب الفقه بسط طويل لها الانتقال إلى خارج البلاد بعض الناس يتزوج وبعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع يسافر يريد أن يقيم في بلاد أخرى يحب أن ينتقل فهل على المرأة أن ترحل معه نص الفقهاء وعلى أن الزوجة واجب عليها أن تسافر مع الرجل إذا تحققت أربعة شروط الشرط الأول أن يكون الزوج مأمونا عليها أما إذا عرفنا أن الزوج ممن يغيب عن أهله هذه طبيعته أحياناً يطلع في اليوم الصباح ولا يعود إلا بعد ثلاثة أيام هذا غير مأمون على زوجته أو أنه عرف بفساد أو شيء من هذا القبيل إذا كان الزوج والذي يحكم أنه مأمون على زوجته إنما هو العرف والعادة وأهل الرأي والمجاورين من أقارب وغيرهم يقدرون هذا الأمر وينقلون الأمر للقاضي والقاضي يحكم استناداً إلى هذه الشهادات أنه أهل لأن تسافر معه أو ليس بأهل إذن أول شرط أن يكون الرجل أهل الشرط الثاني أن تكون البلاد التي سترحل إليها المرأة أيضاً مأمونة يعني رجل يتزوج امرأة من هنا من هذه البلدة من الإمارات أو من المملكة العربية السعودية أو من البحرين أو من غيرها ثم يقرر أن ينتقل للسكنة في تايلند مع زوجته هل نأمن أن تبقى الزوجة يعني نحن نأمن أن تسافر معه ست شهور سنة سنتين لعمل لدراسة لكن أن تقيم وتستقر فلا شك أن هذا يعد شرعاً تضيع للأولاد ومن حقها أن ترفع الأمر للقاضي والقاضي يمنعها أو يمنع الزوج من إجبارها على السفر وإن أرادت الطلاق لها أن تطلبه الشرط الثالث أن يكون أيضاً البلد التي تسافر لها تستطيع تتواصل مع أهلها على الأقل قال الفقهة ولو بالتواصل عن طريق الرسائل أو أنها تستطيع تأتي وتعود يعني لا أن تكون في بلاد تنقطع عنهم الشرط الرابع أن يكون دفع لها عاجل المهر أن لا يكون يعني مسكين بعد أخذها وضيع مهرها نعم الرابع مما يتعلق بالطاعة خدمة البيت من واجب المرأة هذا واجب عليها لزوجها أن تخدم في البيت ما هي الخدمة الفقهة ما قالوا خدمة البيت وسكتوا ما هي الخدمة التي تجب على المرأة يجب عليها الأمور الضرورية والحاجية التي يحتاجها الزوج مثل الطهي بما فيه الخبز والعجن وما يتعلق به غسل الأطباق غسل الثياب ثيابها وثيابه فقط أما الضيوف فهذا لا يجب عليها أن تصنع لهم شيئا فإن صنعت فهو تبرع يعني نحن في أحكام الفقه نتكلم في وجوه الصحة والبطلان ما يجوز وما لا يجوز وهناك باب آخر أعلى درجة هو يسمى باب الأخلاق هذه مرتبة فيما يكبل به الشيء وما يحسن وما يطيب لا نتكلم عنها إن نظرنا من ناحية الوجوب فالواجب عليها أن تهيئ للزوج طعامه ولباسه وتكنس البيت والمقصود بالبيت لا أن يسكنها في بيت كبير وهي تكلف بأن تنظف البيت جميع الغراف لا 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 إنما تقوم بالبيت بمعنى البيت الصغير المهيئ لها بيت سكناها غرفة غرفتين ثلاث وما إلى ذلك وبالقدر الذي تستطيعه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها بقي موضوع الضيوف أو ما إلى ذلك وسنتكلم في موضوع الخدم بعد قليل أيضا بيأتي توسع فالخدمة خدمتان خدمة ظاهرة وخدمة ويسميها الفقهاء باطنة الخدمة الظاهرة اللي خارج البيت هذه واجبة على من على الزوج والخدمة والخدمة الباطنة داخل البيت واجبة على من على الزوجة ولذلك حتى الخياطة الخياطة نص عليها الفقهات خيط لثوبة نعم واجب عليها لكن تخيط يبيع في السوق لا لا يجب عليه أحكي لكم حادثة مرت بي حادثة أخبرني بها شاب زرته أيضا منذ زمن طويل أكثر من عشر خمسة عشر سنة يقول لي أنا أعمل في شركة ومعنا في هذه الشركة موظف من الهند غير مسلم هندوسي يوم من الأيام سألني هذا الهندوسي سؤال وقال لي أريد أن أعرف كيف العلاقة بينكم وبين نسائكم أنا أسمع حديثكم وأستشف أمورا أريد أن يعني أستبين بشأنها قلت له ماذا تسمع قال يعني أحيانا أحدكم يجي ويقول أنا رحت البيت ولقيت زوجتي هيا أتلي كذا وكذا حديثكم يكشف عن أشياء تدور داخل البيت أريد أن أعرف لأقارم بين ما عندنا وما عندكم فقلت له هذا الكلام الذي ذكرته حتى أوضحه لك أريد أن تعرض لي ما الذي عندك قال أنا ساكن مع زوجتي موظف هنا في الشركة وزوجتي أيضا موظفة عندنا طفلة أتقاسم أنا مع زوجتي العلاقة بيني وبين زوجتي علاقة شراكة كأي شريكين في شركة نتقاسم دفع الإيجار نتقاسم مصاريف البيت نتقاسم تربية الطفلة إذا أردت أن أخرج هي تراعي الطفلة نصف النهار وأنا النصف الآخر نصف الليل وأنا النصف الآخر الصباح أنا أعمل لي الشاي أو الحليب والفطور وهي تعمل لها يوم أنا أغسل ويوم هي التي تغسل فنحن نعيش هكذا فقال له صاحبنا نحن العلاقة بيننا ليست علاقة عدل وإنصاف ولكنها علاقة مودة ورحمة كم من مرة أغلط على زوجتي وتسامحني وكم من مرة تخطئ علي فاعف عنها ولا يمكن أن تقوم الحياة الزوجية استناداً إلى ما يسمى العدل والإنصاف وإنما تقوم على المودة كما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة إذن المقصود بالخدمة الظاهرة أن الرجل مكلف بأمور خارجية والمرأة مكلفة بأمور داخلية وكل واحد منهم مكلف بقدر بقدر طاقته فالزوجة مثلاً لا تكلف بأن تنفق بأن تخدم لضيوفه مثلاً أو لأولاده إذا كانوا كثر وشق عليها ذلك بل فيه تفصيل فيه تفصيل ما أعرف نخلي في وقته نخلي في وقته مما يجب من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له بالتزين المعتاد وأن لا يجدها دائماً في حالة من الرثافة فالمرأة رب العالمين اقتضت حكمته أن يجعلها محل الزينة في الكون ومن ثم فهذا الأمر تدعوها فطرتها إليه وشريعة الله أيضاً تدفعها إلى ذلك لأن هذه الشريعة شريعة ماذا؟ شريعة الفطرة لزوجها من الحق أن يمنعها من بعض المباحات بل من بعض المندوبات إذا خشي أو سبب ذلك ضرراً عليه يعني مرأة وتقوم الليل وتكثر من الصلاة لكن هذا الأمر ترتب عليه أن لا تستيقظ الصباح مبكراً أن لا تكون في وجهه في الصباح قبل ذهابه أن تقصر في بعض حقوقه من حقه هنا أن يمنعها من هذه المسائل المباحة بل والمندوبة نأتي إلى حقوق الزوجة أول حق ذكره الفقهاء من حقوق الزوجة وهو يمكن تستغربون دخوله في الحق لكن دخل في الحق لأن طبيعة المرأة تحتاج إلى إلى تقدير وتكريم وهو الصداق الصداق حق للمرأة وإنما ذكره الفقهاء على أنه حق للمرأة باعتبار أن المرأة هو ليس ثمن المسألة ليست بيع ولكنها بطبيعة الإنسان بطبيعته يسر بالهدية يسر بالابتسامة يسر بالكلمة الطيبة فناسب أن تكون مقدمة الزواج شيئا يقدمه الزوج للمرأة لأنها أعظم البشر أنسا وسرورا بالكلمة الطيبة الرجل يسر فمن باب أولى المرأة فالصداق أول حق الحق الثاني النفقة بمعنى أنه يجب عليها أن يوفر لها النفقة النفقة أولها الإطعام فيجب عليه أن يوفر لها من الطعام ما يليق بها فإن كانت الزوجة والزوج في حال واحد بمعنى من حيث الغنى والفقر كلاهما مستواهم الاقتصادي واحد ما فيهم المرأة ليست غنية والرجل ليس بفقير المستوى واحد فها هنا يجب أن يكون الطعام الذي يوفر من فواكه ولحم وغيره بنفس القدر الذي تعيشه الأسر المماثلة لهم فإذا كان الحال الثانية الرجل غني والمرأة فقيرة فإن قبولها بالزواج منه معناه قبولها يعني فيه نوع من الرغبة والتأمل أن يعطيها أكثر مما تعيش عليه ومثيلاتها لأنه هو أغنى قال الفقه في مثل هذه الحالة يعني يعطيها وسط ما بين حالته وحالتها وكذلك الشأن في المرحلة الثالثة أو الحالة الثالثة التي تكون المرأة فيها غنية والرجل يكون فقير نقول إن كان الرجل لا يستطيع أن يعطيها إلا بقدر حاله بقدر فقره فلا نشق عليه ولا نلزمه أن يدفع أكثر فإن كان الرجل يستطيع فنندبه ونحضه على أن يرتفع بها قليلا لتكون في حال وسط بين حاله وبين حالتها في الغناء هذا الأمر فيما يتعلق بالطعام وكذلك الأمر فيما يتعلق بالكسوة من لباس وغيره والنفقة وكذلك الأمر فيما يتعلق باللباس بالسكن وقدر البيت حجماً وسعةً ومحلةً أيضاً وكذلك الأمر بالأثاث الأثاث الأصل في أن يكون كذلك شأنه شأن الحالات الثلاث التي ذكرناها إن كانت المرأة والرجل في حالةٍ واحدة فيهيئ لها بقدر حالهما فإن كانت المرأة فقيرة والرجل غني فالأصل أن يعطيها الوسط لأنها كانت تتطلع حين تزوجت به إلى شيء أعلى مما هي عليه وكذلك إن كانت المرأة غنية وكان الرجل هو الفقير يعطيها الوسط وليمة وليمة الزفاف حفل الزواج الأصل أنها على من على الزوج هذا هو الأصل فيجب على الزوج أن يهيئ هذا الطعام ما لم تكون العادة خلاف ذلك بعض البلاد كل بلاد لها عادتها ولها أعرافها فإن جرت العادة على شيء وإلا فإن الأصل أن نفقة تكاليف الوليمة على من على الزوج بخصوص الوليمة مما شاع في هذا الزمان للأسف أن الزواج متى يكون في الصباح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء متى بعد العشاء في زواج بعد العشاء عادة بعد العشاء بكم يعني مباشرة يمكن الإمارات ما شاء الله أنا لاحظت أنها أفضل من غيرها لكن في أغلب دول الخليج وخاصة للأسف في الحجاز ويمكن حتى في مصر وغيرها الزواج لا يكون بعد العشاء يكون بعد منتصف الليل للأسف وهذا عيب وهذا خطأ وهذا خطأ كبير جدا 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 وفيه مفاسد لا تتناها من أفضل ما مر بي أن شابا دعاني لزواجه وللأسف لم أتمكن من الذهاب فأخبرني أن حفل زفافه بعد صلاة العصر في جدة أيضا التي الزواج عندهم ما شاء الله يتأخر يعني العشاء يبدأ عندهم بعد وحدة بالليل فعمل زفافه بعد صلاة العصر وعمله على البحر لم يستأجر قاعة لم يكلفه هذا الأمر شيء ولم يعمل عشاء وإنما عمل ضيافة لطيفة خفيفة فالناس الآن كل واحد منكم يدعى لحفل الزواج فيذهب وقبل أن يذهب يلتفت في بيته فيجد الثلاج ملئة لو اشترى لو اشترى شيء وأراد أن يضعه في الثلاجة لا يجد مكانا له ممتلئة كلنا كلنا شبعان كلنا ريان كلنا في خير ولكن نبالغ في هذه الموائد وهذه من المنكرات وقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال أعظم النكاح أجرا أقله مؤونة يا ليتنا نلتفت إلى هذا المعنى ونتلمس البركة والإلف بين الزوجين بتيسير نفقات الزواج ثم ماذا الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض زواجه بإقط ما المانع أن تكون حفلة الزواج حلويات وما إلى ذلك لا داعية لهذه البهرجة ولا داعية لتأخيرها فلتكن بعد المغرب أو بعد العشاء مباشرة وانتهى الأمر من النفقات التي أيضا تجب على الزوج نفقة التوليد والمقصود بالتوليد ولادة المرأة يمكن بعضكم يستغرب يعني هو هو علاج المرأة على من الفقهة نص على أن الرجل لا نشق عليه فيما يتعلق بالعلاج موضوع المعالجة لا تجيب على الرجل يجب عليه أن يوفر النفقة والكسوة ويهيئ للمرأة هذه المسائل لكن موضوع العلاج ليس داخلا في الواجبات وإنما هو من مكارم الأخلاق من مكارم الأخلاق فالرجل إذا تزوج تدفعه يدفعه وفاءه يدفعه حبه إلى أن يتكفل بذلك أما موضوع النفقة الولادة تكاليف الولادة فهي شرط واجب على الزوج ننتقل بعد ذلك إلى الرابع ما تضطض يعني مما يجب على الزوج للزوجة أن يهيئ لها ما تتضرر بتركه من مواد الزينة إذ أن المرأة كما قلنا هي محل الزينة في الإنسان في البشر ومن ثم فما تحتاجه من أدوات الزينة ومواد الزينة الضرورية بل والحاجية واجب على الزوج أن يوفرها له للمبالغات نحن لا نتكلم على الكماليات والترفيهيات لأن للأسف الزينة إذا اشتدت بالمرأة قبحت وجهها قبحت شكلها أساءت إليها فكل شيء جماله في يسره وفي بساطته نعم خامساً السكنة تكلمنا عنها والأثاث تكلمنا عنه نختم بالحقوق المشتركة بين الزوج وزوجته الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة ذكرنا حقوق الزوج حقوق الزوجة الحقوق المشتركة التي يجب أن تتوفر من الطرفين من كليهما أولها حسن المعاشرة كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف أي أن كلا الطرفين الزوج والزوجة مطلوب منهما أن يكون بينهما تآلفون وتواد وتحاب وتعاون وأن لا يكون بينهما شيء من المنغصات يروى عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أنه حين تزوج دخل على زوجته فالتفت إليها وقال إذا رأيتني غضبان فرضيني وإن رأيتك غضبا رضيتك وإلا لن تقوم لنا عيشة بعد اليوم فرب العالمين جعل هذه العلاقة كما قلنا علاقة مواد ورحمة منها التأدب بآداب الإسلام آداب الإسلام التي فرضها رب العالمين علينا فرضها لتلم الشمل هو لم يفرضها بين زوج وزوجه فرضها بين عموم البشر يعني العلاقات التي شرعها الله بين وبين أبي وبيني وبين أمي وبين وبين أخي وبيني وبين الغريب وبين وبين المريض وبين وبين الميت هذه العلاقات إنما شرعها الله عز وجل ليزيد اللحمة بين المجتمع بين أفراد المجتمع فكذلك الشأن في العلاقة الأسرية كل شيء إن يزيد الألفة واللحمة بينهما فقد ندبت الشريعة إليه مثلاً أنا هنا أذكرت مثلاً منها السلام ما أقبح أن يدخل الرجل إلى بيته وزوجة جالسة ويدخل يفلانه شالغد اليوم يجب أن يقدم السلام يقدم الابتسامة هذه المعاني شرعها الله عز وجل لتزيد في الألفة والمودة بين الطرفين السلام تشميط العاطس ما ألطف عندما تعطس المرأة أو يعطس الرجل أن يشمت أحدهم الآخر التهادي ما هي الهدية تعرفوا ما هي الهدية حتى الابتسامة تعتبر هدية قبل أن يدخل إلى البيت أن يمر بدكان ويشتري شيء يسير لا يكلفه شيء من أطرف ما مر بي أخبرني رجل بدوي من البدو تزوج وبعد عمر طويل لعل زوجته يعني ضعفات أو اضطر أن يتزوج أخرى وعندما ما شاء الله من الأولى أولاده فالثانية عندما تزوج بها زادته تعلقا بأولاده وحكى من الأمور التي حكاها لي ويحكي بطريقته البدوية يعني لا أحسن يعني أني أصوغها يقول إذا أتيت إذا ذهبت إلى أولادي وهي معي قبل أن نصل تقول قف 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 محل دكان فأنزل تنزل وتشتري بعض الحلويات فهو يقول للبدوي هكذا بعبارتها البدوية بفلوسي بفلوسي لكني راضي 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 نعم هو مسكين ما خطر في بال أن يأخذ لهم هدية يدخل عليهم يقول أنا أكبر هدية لهم أنا يدخل ويسولف معهم ويتحدث لكن هذه المسائل لها وقع كبير في نفوسه كل إنسان فضلا عن الزوج مع زوجته التهادي النصيحة والنصيحة شيء والإساءة شيء آخر يعني عندما يجد الرجل من زوجته شيء يسوءه لا يجوز ولا ينبغي له أن يلتفت إليه ويقول أنت روحي غسلي ريحتش ما عجبتني لا 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 يجب أن يحتال لذلك يحتال عليها لتعتني بالنظافة وهو أيضا عليه أن ينظف نفسه يقول سيدنا عبد الله بن عباسك إني يعني لأتزين لزوجتي لأني كما أنني أريدها نظيفة أيضا هي تريدني نظيف النصيحة التعاون على المهام عندما يدخل عليها ويجد يجدها تعمل أن أيضا يعينها على العمل أن تشعر أن فيه إعانة ولو ولو بشيء يسير العبرة أنه يوصل لها رسالة بأنه يحبها وأنه يتعاطف معها من الأمور التي تزيد الألفة وينبغي أن نوصي نحن أنا أذكر ونحن صغار في ليلة الزواج يأتي أحد المشايخ عندنا في الأحساء ويمسك بالعريس ويخرج به جانبا ويختلي به ويوجه إليه مجموعة من النصائح للأسف هذه النصائح فقدناها منذ زمن طويل لم نرى أحدا لا ندري إذا كان هؤلاء الشباب يدخلون وتوجه إليهم نصائح أم أن توجه إليهم أشياء قد تكون سببا في الفراق ما أكثر وأسوأ النصائح التي توجه من صديقات الفتاة للفتاة ومن أصدقاء الشاب للشابة عندنا رجل في شمال المملكة بدوي حدثوني عنه أن والده نصحه قال له إذا تزوجت يجب أن ترى منك الزوجة أنك أسدا قال كيف قال يعني إذا دخلت عليها أول ما تدخل أضرب وفعلا أول ما دخل ضربها على وجهها كفا فهي مسكينة من الروعة وضعت يدها على خدها فإذا بهي يضربها في الخد الآخر هي من حرقة الألم ما بيدها إلا أنها أمسكت بيده وعضت صرخ ما تركته بقيت عضة عليه يظهر يعني تعرف مرأة بدوية وقوية بقيت ممسكة والرجل يتألم وشدت من الخوف تخشى أن تفك وإذبح فبقيت ممسكة بأسنانها على عروقه فلم تفلته حتى كاد أن ينهار فبمجرد ما فكت يديها هرب هرب يبكي ومرت بي حالات على النقيض من ذلك فتاة رجل يحكي شاب جاءني يشكو مشكلة بينه وبين زوجته حديث عهد بالزواج مضى على زواجهما ستة أشهر وهو يعاني الأمرين فلما جلست أخذ أعطي معه ونحاول نجد علاج لهذه الفتاة فإذا بنا نكتشف أن زميلاتها قالوا قلنا لها انتبهي لهذا الشاب ترى الزوج إذا سلمته أمرك من البداية سيدوس عليك فما الحل تنمر عليه وتأبي ولا تطيعيه في كل أمر فإنك ستحمدين العاقبة بيت القصيد أن الشاب بمسيس الحاجة إلى من ينصح وأن الفتاة بمسيس الحاجة إلى من ينصحها وهذه مسألة أتمنى أن تصل ويمكن يمكن أنت أقدر مني على معرفة مدلول هذه العبارة كثير من المشاكل بين الزوجين أن الشاب يعتقد أن أي غلطة تصدر من البنت يعني أنها بنت ما تصلح له والفتاة نفس الشيء أي تصرف من الشاب معناه أن الرجل سيء وأن أخلاقه سيئة وأنه وأنه فيجب أن توجه النصائح طبعاً في مسألة أخرى ليست محل بحثنا اليوم وإحنا أنا كأني أطلت كثير اليوم لذلك أعتذر لكم مسألة الطلاق ألا كل أن الطلاق بنتحدث عن شيء يتعلق بها في البعد المغرب مسألة الطلاق عيب على الرجل أن يطلق إذا غضب من زوجته شرع الله عز وجل أخبرك أن الطلاق نوعين طلاق بدعة منكر منكر خطأ كبير إثم عظيم أن يطلق الإنسان إذا اشتهى أو إذا غضب أو إذا أخطأت المرأة الطلاق السني هو الطلاق الذي يكون في طهر لم يمسسها فيه اليوم قررت تطلق انتظر إن كنت أتيت انتظر حتى تأتيها العادة ثم تطهر وإذا طهرت بعد ذلك ولم تمسسها لك بعد ذلك أن تطلق بحيث أن تصل إلى مرحاة الطلاق وأنت في كامل إدراكك وقواك العقلية أختم بأن أمنا عائشة رضي الله عنها انظروا إلى هذا التواد بينها وبين رسول الله اقرأوا سيرتها رضي الله عنها كيف تقول يقول لها عليه الصلاة والسلام إني لأعلم رضاك من غضبك قالت كيف قال إذا رأيتك إذا غضبت قلت ورب إذا غضبت إذا غضيت قلت ورب محمد وإذا غضبت قلت والله فتبسمت وقالت والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجته قد تغضب قد تخرج منها تصرفات وإذا به يعفو وإذا به يصفح وإذا به لا يرد الإساء بما هو أشد فيجب على الأزواج أن يكونوا أملكة لغضبهم مما نسمع في المنتديات أنا كأنني أطلت ولكن أختم بقوله عليه الصلاة والسلام أعظم المسلمين إحسانا أكملهم أخلاقا وأكملهم وأحسنهم أخلاقا خيرهم لأهله وأنا خيركم لأهلي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أخلاقا